اهلا 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 بحضراتكم طيب احنا نبدأ الاول بحاجة بسيطة كده يعني على رأي كده اعتكرين حسن ارابيسكي صلاح السعداني ربنا يا ربي ادي له الصحة يقول لك فتح انطلاقة طيب كثير من الكلام يذهب ولا يعود مرة تانية يذهب من مين؟ يذهب من الناس كتير جدا واطلاق الكلام على علاته واطلاق احيانا تحليلات على عواهنها وما تلاقيش تفسير يعني يقول لك ايه معقول يا جماعة تاني صندوق النقد لا هو تالت صندوق النقد هو مش تاني ولا حاجة ده كده موضوع صندوق النقد ده معناها ان احنا كده خلاص بقى بالسلامة معقول؟ طب هو ليه مش بالسلامة فأول تعاون لنا مع صندوق النقد سنة 16 او تاني تعاون لنا مع صندوق النقد سنة 20 بالعكس احنا تعاوننا مع صندوق النقد في 16 كان جايت جدا في 20 كان جايت جدا وتعاوننا الحالي هيبقى اجود وبالمناسبة ده مش كلام انا وتاني هتيجي تقول لي اذا هو كلام البنك المركزي وهو وزارة المالية ومجلس الوزراء هقول لك بص كل كلام الناس دي رائع ومهم وحلو وكويس انك انت تفهمه انه هتنشرحه سوا لكن اذا كنت بتحب انك تسمع كلام المؤسسات الدولية يعني عايز تسمع مثلا رأي صندوق النقد نفسه عايز تسمع رأي البنك الدولي عايز تسمع رأي ايكونومست عايز تسمع رأي ستاندرد امبورز عايز تسمع رأي مين تاي عايز تسمع رأي اي مؤسسة دولية هحكي لك ارأهم بما يرضي الله وبالنص اللي هم قايلينه حلو طيب ومش بالضرورة بالمناسبة او بالاضق مين اللي قال انه التعاون مع صندوق النقد يساوي يساوي انه تحصل لك ازمة اقتصادية مين اللي قال لك كده شوف اللي هيقول لك كده يمكن تكون سمعت الكلام ده في وقت قديم واصلهم قالوا لي وانا قلت لهم وانا بقالي بحارب معاهم بقالي كذا سنة تسيبك بس من الكلام ده اللي مش عاوز يتعامل مع صندوق النقد رافض الشفافية في التعامل مع المجتمع الدولي اقتصاديا رافض الشفافية طب ورافض الشفافية ليه يعني رافض تبقى الامور وضحة وشفافة قدام دول العالم لو انا رافضت الشفافية ده معنى ايه؟ يعني لو افترضنا ان انا وانت شرك وجيت قلتلي طالما احنا هنتشارك انا عايز اشوف الملفات واوراقك وحساباتك وانت كمان تطلع على الشروط بتاعت الشراكة بتاعتي ونتفق صح؟ حلو لو انا جيت قلتلك لأ انت قل لي شروطك وانا هوافق او هرفض بس ما لكش دعوة بالدفاتر والحسابات اول حاجة انت هتقول لي ايه؟ لأ كده بقى في في الامور امور مش عاوزنا اتطلع على دفاترك وحساباتك في في الامور امور فروحانا جيل بقيت اصدقائي او شركاء الصغيرين اقول لهم ايه بقى في حالتني هنا المواطن صندوق النقد ده وحش جدا وانا مش عاوز اتعامل معه عشان وحش جدا صندوق النقد ده هو اللي انقذ كوريا الجنوبية وخليها كوريا الجنوبية اللي احنا بنستورد منها عربيات وتلفزيونات وتليفونات وماكن وهلوم مجر وهو اللي انقذ تايلاند وهو اللي انقذ اندونيسيا وهو اللي انقذ البرازيل اللي هي واحدة من العشرين الكبر واللي محققه في سنة من سنوات اعلى فوق التجارية في العالم طب الله يعني صندوق النقد ما كانش وحش مع البرازيل ولا كان وحش مع تايلند ولا مع اندونيسيا الله ولا وحش مع كوريا الجنوبية الوحش وحش يعني فيه فرق كبير ما بين انك تاخد الفلوس وتجيب بيها الشاي والسكر والزيت وفيه فرق انك تاخد الفلوس وتستثمرها وتعمل بيها إصلاحات حقيقية هنتكلم باستفادة بالمناسبة على صندوق النقد على الموافقة على القرد على برنامج الإصلاح الاقتصادي تاني بقى هاجي يقولك هنا وليست شروط الصندوق ما بيحط الشروط عشان برضو تبقى فيها يعني ما فيه شروط ملزمة هو بيجي يقولك انا عايز اعرف انت نوي على ايه فين برنامجك فانت تعرض البرنامج هو انت فكر صندوق النقد ده انت بتروح وتقوله سلامه عليكم اديلي مليار فاقولك اتفضل اديني اتنين اديني عشرة اديني نص اتفضل لا هو بيجي يقولك هو انت ناوي على ايه لو ناوي تاخد الفلوس وانبعزق انا آسف ليه هو صندوق بيسلف يعني لازم لازم فلوسه ترجع طيب بيسلف بفايدة كبيرة لا بفايد متدنية جدا فلازم يبقى ضامن ضامن ان انت عندك قدرة على السدان لانه زي ما بيدي لك فلوس بيدي غيرك فلوس طيب يبقى لازم يضمن ان فلوسه راجعة فعشان يضمن ان فلوسه راجعة بيجي يقولك طب ما تيجي نتشارك الرؤى في الاصلاح الاقتصادي بتاعك انت عندك برنامج ولا لا لو ما عندكش برنامج كده بيتخيل قالك ألف سلامة لو عندك برنامج يقولك تعالي نقرأ سوا دي اللي بيسموها مفاوضات مع صندوق النقد نقرأ البرنامج سوا ونساعد بعض فيه فبيبقى رأي الصندوق استشاري غير ملزم في النهاية خالص الحساب هو الفايصل بتدفع الفلوس ولا بتدفعش الفلوس بتدفع القصة بتدفعش القصة بس كده طيب لكن كل ده رايحله لما نقعد على الترابيزة لأنه هو قاعدة هتطول مع بعض حبتين مش هقدر استحميل هواقف لكن تعالي أخدك واروح على مشهد مهم جدا حصل النهاردة الصبح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة كان في افتتاح مركز التصنيع الرقمي ركز على الوصف التصنيع الرقمي فين؟ في مصنع المحركات اللي في حلوان الهدف من مركز التصنيع الرقمي ايه بقاه؟ توطيم وتعميق التصنيع المحلي علشان نعمل ايه؟ نصنع محليا ايه؟ احنا عاوزين نصنع فرامل ومعدات سكة حديد وقطع غيار مصانع وقطع غيار للشركات الكبرى وعاوزين نطلع أو ننتج معدات بتاعة محطات المية والرفع والصرف الصحي والترمبات ليه؟ اولا لان انا لازم اخد مشوار كبير اخوضه في مسألة التصنيع المحلي اي دولة مهمة في الدنيا اكيد ما بتستوردش كل احتياجاتها ولازم قدر الامكان تصنع جانب كبير من احتياجاتها ده واحد ده عشان تبقى دولة مهمة علشان تبقى دولة في احتياج طول الوقت ليها ما هو انت لو دولة محدش محتاجها تبقى مش مهمة على الاطلاق ده نمر واحد طب في احتياج يعني ايه؟ يعني قلاء الدول اللي حوالي عاوزة تستورد مني لان انا المنتج بتاعي جيد وسعره منافس حلوة او في حد في الدنيا استغنى عن السكة الحديد لا في حد في الدنيا استغنى عن الطلمبط لا في حد في الدنيا بيستغنى عن معدات الرفع لا في حد في الدنيا استغنى عن قطع غيار لمكينات وتصنيع سقيل ابدا طيب انا عندي بقى سوق واسع جدا من اول المغرب لحد العراق وجنوبا لحد جنوب افريقيا المصنع ده بقى بتاع الحاجات دي اقوم من ناحية اصدر يعني ادخل فلوس ومن ناحية تانية اقلل فطورة الاستيراد بتاعتي فقلل حجم الانفاق يعني بقى عامل زي رب البيت الشاطر بدخل اكتر ما بصرف طيب تعالي ناخد معنا على التليفون ساتة اللي هو المهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع اهلا 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 وسهلا يا فندم اهلا بساتك اهلا بحضرتك ازاي الصحة يا بختنا دي اول مرة نسمع صوت حضرتك في البرنامج والله يا فندم ده شرف ليا والله واحنا تحت عمركم يا فندم وتحت عمر جمهور القناة الاولى احنا واجبنا ان احنا لنبقى تحت امر حضرتك وتحت امر كل المواطنين ومهم ان احنا نلقي ضوء على يعني مشروع مهم وعملاق ومتميز بهذا الحجم مهم عندنا فندم نعرف المشروع ده اهميته ايه بالنسبة لتصنيع المحلي في مصر واهميته ايه بالنسبة لامداد المشروعات التنموية الكبرى اللي بتحصل في القطر المصري بمعدات كتير احنا في امس الحاجة اليه سيادتك فندم تفضلت بمقدمة جميلة جدا وتكلمت يعني وقدمت المشروع بصورة طيبة هي سيادتك تعرف توجه الدولة المصرية دلوقت لتعميق وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيات وخاصة فيما يتعلق بالاجزاء او بالمنتجات اللي بنستوردها حاليا حقيقة وده طبعا كان لا يخفى عن الهيئة العربية للتصنيع والحمد لله رب العالمين فكرت الهيئة العربية للتصنيع لانشاء هذا المركز الجديد مركز التصنيع الرقمي ومن اسمه يا فندم انه هو بيتجه الى الرقمنا والحقيقة المكينات اللي في هذا المركز ليست بالكثيرة المركز ده بيحتوي على حوالي 15 مكنة بس مكنة من المكينات المتقدمة من الجيل الرابع من المكينات اللي هي مصممة طبقا للثورة الصناعية الرابعة الحقيقة المكينات هنا ممكن تساوي 5 و 6 مكينات من المكينات الاخرى العادية بتؤدي وظائف كثيرة جدا في ذات الوقت اميزيت المكن ده يا فندم هو كله بيبقى البرنامج موجود على الكمبيوتر بتشتغل بيه المكنة المكنة بتعمل العديد من العمليات الصناعية بحطة واحدة او بتثبيتها واحدة بلغة الصناعة يعني المشغولة محطوطة على المكنة ولا تتحرك ولا يعني ما نقدرش ما نحركهاش وندخلها ونطلحها ونعمل ونصنع ونخرطها بنفرزها بنعمل فيها اتقاب بنعمل فيها الاووز يعني عمليات صناعية كثيرة ومعقدة في ذات الوقت الحقيقة ده بيديني ايه بيديني دقة شديدة جدا بيديني سرعة غير عادية يعني سيادتك احنا بدأنا في المركز ده نصنع طلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحي وحضرتك عارف ماذا اهمية طلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحي حاليا للمشروعات التنمية الكبيرة الموجودة في الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الحمد لله سبحانه وتعالى نجحنا في تصنيع زي ما هو بين على الشاشة كده الطلمبات الرئاسية بتاعة الصرف الصحي والحمد لله اعتمدت من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وكمان سجلت بهيئة التنمية الصناعية والحمد لله دلوقتي شغالة في المشروعات المختلفة التنموية المختلفة في الدولة المصرية بالاضافة النهاردة كمان كان برضو في الافتتاح امام دولة السيد رئيس مجلس الوزراء عرضنا على حضرته بروتوطايب اول انتاج من الترمبات المنشطرة لمياه الشرب وان شاء الله خلال شهر من الآن تختبر وان شاء الله تقر وبعدها بإذن الله يبدأ الماس بروداكشن يبدأ لانتاج الكثيف ان شاء الله لهذه الترمبة اصبح عندنا دلوقتي ترمبتين واحدة لمية الشرب وواحدة كمان للصرف الصحي الترمبات يا سيد يوسف كان بتستورد بالكامل من بر احنا دلوقتي ان شاء الله في هذا المركز مركز التصنيع الرقمي الخاص بمصنع المحركات بتاع الهيئة العربية التصنيع بنصنع هذه الترمبات بنسبة تصنيع محلي تصل الى 78% بالاضافة الى العديد من قطع الغيار يمكن تصنيعها في هذا المركز زي قطع غيار السكة الحديد ويمكن على الشاشة دلوقتي ظاهر القطع الغيار المختلفة اللي بيقوم هذا المركز بتصنيعها على هذه المكينات وبدقة شديدة دي دي مهمات السكة الحديدة اللي هي قدام في الشاشة حاليا بنصنعها سواء اللي هي الفرامل او الكليبسات او وكمان فيما يختص بمحطات معالجة الصرف الصناعي والصرف الصحي ومحطات مياه الشرب حقيقة المركز يمكن ان يخدم جهات كثيرة جدا زي وزارة الطيران يعني احنا ممكن ننتج كل قطع الغيار لوزارة الطيران بالهندسة العكسية القطع الغياري اللي بيستوردوها من الخارج حاليا يعني قطعة الغياري اللي هي على الشاشة دلوقتي معقدة للغاية كانت بتستورد من برة بألاف ألاف اليوروهات دلوقتي بجنهات قليلة وفي وقت بسيط بنصنعها في هذا المركز ده ميزة انك تمتلك القدرة تمتلك القدرة على انتاج مثل هذه قطع الغياري الحارجة اللي كنا بنستوردها من الخارج والله الهيئة دايما بتبهر رسالة اللواء وشيء أكتر من رائع واللي بتقوله لنا ده معناه ان احنا بعد كده مش هنبقى مستنين لبضاعة جيلنا ولا مش عارف لسه جاي في الطريق على في الكنتينرات ولا هندطر ان احنا مش عارف نوفر قد اي عملة صعبة علشان قطر نستورد هذه القطع الى اخره ده بخلاف ان المسألة بتاعت الهندسة العكسية دي الصين بدأت مشوارها الصناعي عن طريق الهندسة العكسية اولا يعني اشكرك جدا 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 افندم ويريت وقت حضرتك يسمح ان احنا نيجي مرة المصانع بتاعت فدي قلب الصناع العربية فيريت وقت حضرتك مرة يسمح افندم يسمح ويسمح ويسمح اهلا بحضرتك واهلا ببرنامج سيادتك ونسعد جدا ونشرف بتشرفك عندنا في الهيئة في جميع مصانع وشركات الهيئة لنبرز برضو دورها الوطني العربي الكبير ان شاء الله واحنا طبعا احد ازرع الدولة المصرية في الصناعة وجاهزين ان شاء الله لتنفيذ اي شيء نكلف فيه باذن الله باذن الله واشكرك جدا 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 افندم وده شرف لنا كل الشوك لحدك سيادت اللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع قلعة من قلاع الصناعة المصرية بل والصناعة العربية فاصل ونكمل الكلام ازايكم عاملين ايه شايفين كل الورق الحلو اللي قدامي ده كل ده عبارة عن اي سؤال بييجي في بالك متعلق بقرد او مساعدة صندوق النقد الدولي الاخيرة لمصر او الاتفاق الاخير بمعنى ادق طيب مين اللي عمل الورق ده اللي عمل الورق ده مركز المعلومات اه التابع لمجلس الوزر عمل وثيقة لطيفة جدا جدا وشاملة جامعة الى ابعد الحدود بتردلك في خمسين سؤال خمسين سؤال بالعدد يعني على اي تساؤل جاي في بالك اي حاجة يعني على سبيل مثل كده اول تساؤل هيبدأ يشتغل عليه الاخوان وبدأوا يشتغلوا عليه بقى لهم كذا اسبوع اللي حتى كذا شهر من ساعة متقال مصر بتعمل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي فاول حاجة قالها الاخوان وبدأوا يبخوها ويبثوها ويوسوسوا بيها في ودانك هي شروط صندوق النقد هتبقى شروط قصية جدا واي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية هيرفع بالمناسبة اي شرط يعني في المطلق ولا شرط واحد ما قالش لا اعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا عازك تدمر الناس وتفقر الناس وتاخد الحماية الاجتماعية من الناس طب انا هزيدك من الشعر يا بيت هو الصندوق طلب العكس اه طلب العكس الصندوق طالب مد شو بقى مد شبكة الحماية الاجتماعية اكتر من اللي هي عليه الصندوق طالب انه عدد الاسر اللي بيشأ المشمول في تكافل وكرامة على سبيل المثال يعني مش هقولك طلب مشورة الصندوق لانه الصندوق يا سيدة يا كرام بيقدم المشورة بيقولك فين بردامجك الاقتصادي في بردامجك الاقتصادي بتقوله اهو انا هعمل كذا في الحمال الاجتماعية هعمل كذا في التأمين الصحي الشامل هعمل كذا مش عارف في الصناعة هعمل كذا في التجارة هعمل كذا في الزراع الاخ في كافة مناحي الحياة داخل جمهورية مصر العربية فيما يتعلق باقتصادها فالسندوق قال لك ايه طيب يا جماعة احنا بنقول لكم بعد اذنكم حاولوا تخلوا شبكة الحماية الاجتماعية بتاعتكم تكافل وكرامة تحديدا تغطي خمسة مليون اسرة اضافية الله امال ازاي العائلة بتاعت الاخوان طلعت قالت دماء السندوق هيلغي الحماية الاجتماعية السندوق لا يلغي ولا يفرض خالص السندوق يقدم المشورة هو مشورته لا زود لي شبكة الحماية الاجتماعية بالمناسبة ده معناه انه البرمج الاقتصادي المصري المقدم للسندوق بيشمل مضلة حماية الاجتماعية واسعة السندوق ارتأ انه زودوا هالي الخمسة مليون اسرة اضافية ده مثلا عمموا هنا مشورة السندوق مرة تانية يشير علينا بايه يقولك طيب يا جماعة احنا عايزين تعميم لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم الدعم الطارق لكل ما لديهم بطاقات تموينية خلي بيلك احنا كنا بدأنا ده بالفعل عملنا دعم طارق للبطاقات التموينية طيب انت عارف انه تحديدا في السلعة التموينية دي تحديدا يعني مصر زودت الدعم على السلعة التموينية كم في المية؟ مية وسبعة تشر في المية طيب في نفس المظلة الحماقية اللي انا بقولك عليه يعني تعالى ناخدها كده ملف المظلة الحماقية نحن شغالين عليه ده يعني مثلا حماية القوة الشرائية لمحدود الدخل واصحاب المعاشات يعني ايه حماية القوة الشرائية؟ يعني الحكومة تشتغل هي والبنك المركزي بمنتهى الصرامة والحزم على ايه؟ استقرار الاسعار خفض معدلات التضخم السيطرة على جشع بعض التجار كل ده طيب الصندوق بيقولك ايه؟ بيقولك يا جماعة احنا هنشتغل مع بعض على ايه؟ ما يقولك ايه؟ لا ده الصندوق ده اصله عاوز يديننا لحد ما نغرق في الديون وهو تاني ده كلام الاخوان لا ارجع على طول على كلام الصندوق الصندوق نفسه بيقول ايه؟ بالمناسبة هذه الامور كلها منشورة يعني ما فيش حاجة مستخبية ما بجيب لكش الدين من ديله بصراحة كل ده موجود الصندوق نفسه بيقول احنا عاوزين البرنامج الإصلاحي الحالي يستمر مع تحقيق فائض اولي سنوي في الموازنة في حد من الاخر كده بالبلد عاوز يخرب بيتك يقول لك حقق فوائض طب ازاي؟ إيه اللي لو هو بيشتغل معك يبقى مش عاوز يخرب بيتك ولا حاجة بالعكس وعاوز اقتصادك يستمر في نموه وزي ما كنت بيقول لك في أول حلقة هو اشتغل معك سنة 16 واشتغل معك سنة 20 وعملنا مع بعض الحقيقة نتائج أكتر من رائعة في خفض معدلات البطاعة وخفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو إلى آخره طيب الصندوق بيقول لك إيه؟ نوع مصادر التمويل حسن الكفاءة بتاعت الإيراد بتاعك حسن كفاءة الإنفاق في الموازنة العامة كفاءة الإنفاق خد بالك أصله لو أنا بعمل عملية إنفاق على الكلام الفارغ يبقى إنفاق غير كفاءة لكن لو أنا بعمل إنفاق لأجل الإنتاج يبقى إنفاق كفاءة طيب طب تعالى نشتغل على إيه بقى؟ أنا عايزك تزود إنفاقك في حتة دي نصحت لك أنا الصندوق يا مصر لو سمحته زوده إنفاقه الخاص بالتنمية البشرية أنا عاوز كل الأدوات والإمكانات بتاعت المواطن المصري تزيد فاشتغلوا أكتر على كده ووسعوا لي التمويل بتاع مظلة الحماية زي ما كنا بنقول طيب تعالى كده هاخد لك على الماشي من 16 ل19 احنا عملنا برنامج سنة 16 وعملنا برنامج سنة 20 بص كده من 19 ل16 معدل أو متوسط المعدل بتاع النمو الحقيقي خد بالك بقى للنتج المحلي قبل الصندوق أو قبل تعاوننا مع الصندوق أو بعد تعاوننا مع الصندوق قبل الصندوق يعني سنة 15 حلو؟ وهقول لك بقى المؤسسات كلها قالت إيه نصا؟ مش مؤسساتنا وإن كان أنا جا أقول لك لو لقيت الكلام ده بتاع المؤسسات الدولية متفق بالحرف وبالمضامين وبمنتهى الدقة مع شهادة مؤسساتنا المحلية يبقى كفانا عقدة خواجة صدق مؤسساتك المحلية لأنه بالمناسبة هو مفيش حاجة اسمها أرقام مضروبا بضو الكلام اللي يقعد يقول لك العالب لعت الإخوان ده عيال تافأ ومتخلفين عقليا ده بجد جزء منهم أنهم متخلفين عقليا وجزء التاني أنه هو مهمته أنه يسود عليك العيشة متخلف لأنه مش فيهم هو بيقول إيه تافه وجاهل ومتخلف كلهم دون ناس تسنقوا يحب كلهم حينه طيب غير كده هو عاوز يسود عليك العيشة فهقول لك المؤسسات قد يدي بس بص بقى هنا سنة خمستاشر سنة خمستاشر كان معدل النمو للنتج المحلي نسبة ما قوي تلاتة وتسعة من عشر سنة خمستاشر طيب بعدها بدأنا بقى مع السندوق يعني ده العام المالي خمستاشر ستاشر تعالي أخذك على عام المالي تسعتاشر عشرين إيه اللي حصل أربعة وتمانية من عشر طيب خلص البرنامج الأول مع السندوق أو أول تعاون وصلنا إلى العام المالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو فضل منه تقريبا حوالي ست شهور وشوية ست شهور ونص وصلنا لخمسة في المية معدل نموه في الناتج القومي أو الناتج المحلي الإجمالي طيب تعالي نشوف معدل التضخم في الفترة بتاعت من 2013 ل2015 معدل التضخم في مصر كان عشر وثلاثة من عشر على إجمالي الجمهورية ريف وحضر إلخ إلخ سينة وسيوة كل عموم الجمهورية بحث بالمتوسط العام بتاع التضخم كان عندي من 2013 ل2015 كان في المية عشر وثلاثة من عشر بص بقى جينا بعد كده معدل التضخم زاد حبتين في 2017 2019 فاكرين إحنا كنا في نوفمبر سبتاشر عملنا إيه بالزبط كده حصل تحرير سعر الصرف فالدولار نطرة بصر طلع السماء وقتها طلع السماء حتى قارب الدولار العشرين جنيه بس ما لمسهاش طلع لحوالي تسعتاش حاجة وعشرين قرش وبعدين بدأ الدولار ينزل شيئا فشيئا ما لمسش العشرين وقتها فضل ينزل شيئا فشيئا وصلنا الكام لخمستاشر ونص يعني نزل تقريبا أربعة جنيه ليه إيه اللي هينزله يعني أكيد برنامج اقتصادي ناجح شوف بقى هنا معدل التضخم اللي كان وصل لسبعتاشر وتمانية من عشرة وصل اللي كان في عشرين عشرين لعشرين اتنين وعشرين مرورا بالكورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية تمانية واربعة من عشرة يعني تمانية واربعة من عشرة مرورا بالكورونا والحرب ولما ما كانش في حاجة كان عشرة وثلاثة من عشرة من 2013 ل2015 هو كان في على الأقل كان في الحرب على الإرهاب في مصر كان في حالة عدم استقرار كنا يا دوب لسا مخلصين على الإخوان يا دوب لسا الرئيس منتخب يا دوب كانت بين دستور يا دوب بنشكل مجلس نواب يعني البلد كانت بتتبني طيب الكلام ده بتقوله كل المؤسسات وهسمعك كل مؤسسة قالت ايه طيب صافي الاحتياطي الدولي لدى الاحتياطي الدولي هنا اللي انت بتسميه الاحتياطيات من العملة الصعبة ناس بتسميه الاحتياطي الدولاري بس افش حاجة اسمه احتياطي دولاري هو احتياطي من سلة عملات والمعدن النفيسة بتساوي كام طيب تلتاشر خمستاشر كان ستاشر وثلاثة من عشرة مليار تاني من سنة تلتاشر لسنة خمستاشر كان اللي حلتنا في الاحتياطي ستاشر وثلاثة من عشرة مليار طيب زاد الاحتياطي بسبب برنامج اقتصادي ناجح جدا ناجح يعني حصل ايه يعني عايز تقول الاحتياطي الدبلر لا مش هقولك لحتياطي الدبلر يبقى كذاب هو اكتر من الدبل ما هو لو الدبلر يبقى 32.6 من عشرة بس لما يوصل سنة تساعتاشر لواحد واربعين وسبعة من عشرة يبقى ايه طيب حصل بقى من بعد تساعتاشر حصل لنا ايه حصل لنا كلنا على هذا الكوكب ايه ازم اقتصادية كبرى بسبب الكورونا طب خرجنا من ازمة الكورونا يا دوب الكورونا تنحسر ايه اللي جرى اضرب حرب صح ولا احنا بنخترع الحروب دي مثلا ده في الكون الموازي لا يا حبيبي من 20-20 لـ 20-22 هذا الاحتياطي انخفض بس انخفض قد ايه من واحد واربعين وسبعة من عشرة بقى 38 وتسعة من عشرة قول تسعة وتلاتين يعني عمليا انخفض اتنين مليار وثمانية من عشرة بالملي من 19 لـ 22 في تلات سنين كورونا وحرب واقتصاد عالمي يا ان مش عارف انتوا تابعتوا في النشر مع زميلاتي انه توقعات الاقتصاد الالماني انه النتج القومي الالماني هينزل نصف المية هينزل مش هيستقر مش هيزيد ودمين الاقتصاد الالماني ربع اقوى اقتصاد على مستوى العالم الاقتصاد رقم واحد في اوروبا بالكامل مش في الاتحاد الاوروبي في اوروبا بالكامل هينخفض دي نواتج الحرب دي نواتج الحرب عايز نواتج الحرب ما تأثرش عليك بقى امرتل ايه لكن برضو هرجعك على رأي المؤسسات الدولية انه في ظن الكورونا والحروب مصر اسرع معدل اقتصاد سوء ناشئ ازاي الكلام يا عم انت هتسمع وانا هقولك من عندي طيب تعال كده نشوف متوسطات بتاعة نسبة عجز الموازنة كنسبة عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي قبل واثناء تنفيذ المرحلة الاولى بتاعة البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو بدأ سنة 16 خدوا بالكو انا مش لبس النضارة بص اسيلي في الفترة بتاعة زمان اللي هي 13 و14 و15 و16 عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ده احنا حتى ما كناش بنحبيه عارف انت العيل كده لما يبدأ يهم حبتين ويعاوز يخرج من لفة ويحبيه عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ما بنحبيه يعني عاية يدوب ياخد له حبوتين وروحنا يلعاوش طيب بدأنا نشتغل نزلنا 85 و1 من 10 انت متخيل طيب حصلت الحرب وحصلت الكورونا فاطلعنا تاني 85 و10 يعني في الفترة بتاعة كورونا وحرب كل اللي زدناه 0.7 في العجز لك ان احنا نازلين اصلا من 95 يعني انت نازل 10% من سنة 16 لحد دلوقتي 10% زيادة والمستهدف انك هتنزل تاني طيب ده كده متوسط الدين متوسط نسبة العجز احنا كنا نقاسف نقول لكم كل ده نسبة الدين طيب من 95 واحد من 10 وصلنا إلى 85 10% غبوط عشاني يجي يقولك الديون بتزيد نقوله يعني نسبتها قد ايه فقول له هقولك ايه اصل الديون بتزيد يا مولانا نسبتها قد ايه الاقتصاد ما فيه واش حاجة اسمها الديون بتزيد لانه اكبر دولة مديونة في الدنيا امريكا يعني لو محدش قالك الكلام ده انا اقوله لك بعد اذنك اكبر دولة مديونة في الدنيا امريكا اللي ايه اكبر اقتصاد في العالم طب ازاي طب وبالمناسبة هو نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي في امريكا اعلى من النسبة اللي في مصر بكتير يعني انت احسن من امريكا لا طبعا لا حجم اقتصادي مش قد اقتصاد امريكا خالص لكن نسبة الدين للناتج بتاعي قد ايه كانت خمسة وتسعين بقت خمسة وتمانين يعني النسبة بتقل طب يعني ايه الناتج القائم يعني كل اللي احنا بنعمله في مصر كلنا اي ايد عاملة موجودة احنا ننتج شيء ما حلو كده طيب يبقى اسمه الناتج القائم محلي الاجمالي نسبة الديون اللي افترض انت رب اسره بتدخل في الشهر خمس تلاف جنيه حلو كده طيب خليها الف جنيه لكن انت عليك ديون حجمها تسعمية وخمسين جنيه مفهومة ده اللي كان حاصل زمان دلوقتي الديون بتاعتك بقت تمنمية وخمسين جنيه يعني قلت طيب هل ده معناه ان القيمة الفلوس زادت لا قلت لا المسألة مش كده المسألة هي انه حجم اقتصادي اصلا اصبح اكبر اصبح اكثر اتساعا عارف معناها ايه حجم اقتصادي كبر يعني فرص العمل بقت اكتر اليد العاملة اللي بتشتغل بقت عددها بيزداد وبالتالي حجم الانتاج اللي انا بنتجه حجم القيمة بتاعت انتاجي عمالة بتزيد طيب تعال نشوف اللي بعده قيمة الاستثمارات المنفذة قبل تعاوني مع السندوق سنة 16 واثناء تعاوني مع السندوق وبعد تعاوني مع السندوق قبل حجم الاستثمارات كنت قد ايه بقى بالمليار 146.18 مليار ده كل الاستثمارات كل اللي عندي طيب واثناء التعاون بتاعي في النص بقى اللي هي الفترة من 19 لـ 20 520.18 مليار الله ده بالجنيه بالمناسبة طيب من 21 لـ 22 وانا معدي بكورونا ومعدي بحرب هتيجي تقولي اكيد اكيد سبتنا عن الـ 520 وفي واحد تاني هيبقى اكتر تشاؤما هيقولي اكيد حجم الاستثمارات قل عن الـ 520 مليار اقولك طب لو زاد ونبقى شطر ما هو استثمار زاد اكيد شطر طب استثمار زاد في ظل ازمات اقتصادية حصلة في العالم زي الكورونا والحرب يبقى انا شطر جدا بقت 741.17 طيب تعالي بقى ااخدك على بعد اذنك المؤسسات الدولية بتقول ايه ده كلام اللي انا بقوله لك ده ده كلام اللي قيموه مؤسسات دولية نفس التقييم هو هو مقيمة المؤسسات المحلية اللي عندي هنا في مصر سألو اذا كان مجلس الوزراء البنك المركزي وزارة المالية كل الجهات المنوطة بتقييم الاداء الاقتصادي المصري على مختلف اوجهه بتقول نفس الكلام بتاع الجماعة الاجانب تعالي نشوف الصندوق نفسه صندوق عشان يعرف يمول دول تانية وبرامج تانية من هو مثلا لما كان بيشتغل مع الجماعة بتوع كوريا الجنوبية لازم لازم كوريا الجنوبية تنجح باي شكل عشان خاطر يعرف فاسترد فلوسه عشان يعرف يمول دول تانية فيعرف يمول مثلا تايلاند يعرف يمول اندونيسيا يعرف يمول البرازيل وبالمناسبة برنامج التعاون ما بين الصندوق ما بين البرازيل والسندوق وكوريا الجنوبية برنامج تعاون حلو قوي مما أدى إلى أنه أنت بتتكلم على عمالقة صناعة واقتصاد في العالم النهارد تعال يا مولانا كده نشوف آه السندوق النقد الدولي السندوق نفسه هو بيقول الآتي بيقول يا جماعة السلطات المصرية سنة 16 في برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت برنامج طموح جدا وأصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة وعجز الموازنة يسير في اتجاه الهبوط والتضخم في طريقه لبلوغ المستهدف اللي حدده البنك المركزي المصري سنة 19 يعني اللي تحدد في 19 مصر ماشي في اتجاهه أنا رايح على الأهداف بحقق التارجد بتاعي كمان انخفضت البطالة لعشرة في المية تقريبا وده أدنى معدل بطالة حققته أو حصل في مصر من سنة 2011 وبيقولوا وتام التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية بص مثلا بتقول شرعة مصر في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي أواخر سنة 16 ونجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكل ووضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بقرة الاهتمام وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية تواخدين بالكم أنه اليونيتد نيشنز أو يعني الأمم المتحدة الأنكتاد وصندوق نقدي الدولي بيقولوا نفس الكلام على موضوع الحماية الاجتماعية ده مصر بتنظم برنامج الحماية الاجتماعية وأولة اهتمام كبير اخد بالك بس من البق ده عشان ده البق اللي داير بقاله يومين عكسه اهتمام كبير للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة تخيل احنا وصلنا في مصر بقى لما وقر عن متكة الإصلاح احنا بقنا بنصدر طاقة طيب البنك الدولي بيقول إيه بيقول الإصلاحات الاقتصادية في مصر سهمت في استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة وسمحت للبلاد بدخول أزمة فيروس الكورونا اللي هو المستجد يعني بمستوى وافر نسبيا من الاحتياطات الأجنبية حلو وبيكمل بيقول نحن نشيد باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية نتيجة وصول الاحتياط الأجنبي إلى فمرحلة من المراحل وصل للمبلغ ده اسمع الرقم 44.97 من 100 مليار دولار يعني حوالي 45 مليار بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لنحو 8 أشهر الدولة على بعضها مجتملة مجتمعة غير مجتزأة أو مجزأة واللي تم إنجازها كجزء من برنامج الإصلاح بتاع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وكنت قمت وقتها من 16 ل 19 12 مليار دولار بتكمل وزارة الخزانة الأمريكية وبتقول الآتي مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً قبل تفشي جائحة كوفيد 19 مصر كانت الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سجل نمواً اقتصادياً إيجابياً سنة 2020 على الرغم من الجائحة إحنا الوحيدين في الشرق الأوسط وبه ما به وفيه من فيه اقتصادات صديقة شقيقة حبيبة عظيمة وأيما على وارداء على صدرات بترولية ما شاء الله اللهم زيد اللهم بارك ضخمة إلا إن مصر كانت محقق نمو أعلى من الكل طيب هحكي لك الحدوثة في السريع كده بتوع ايكونوميست وفتش وموديز وستاندرد أمبورز كل ده كلام الأجانب جبت لك كلام مصر لسه الايكونوميست قالت الآتي الإصلاحات الهيكلية اللي تم تنفذها مكنت الاقتصاد المصري من تسجيل فوائض أولية فوائض أولية إلى جانب جذب ثقة المستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض وبتأكد الايكونوميست أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المنفذة يعني عمليا من يصيغ الإصلاح الاقتصادي المصري بدلا من أن يذهب لانكماش والانكماش يساوي تقليص فرص العمل والانكماش يساوي زيادة في معدلات البطالة كورونا بقى ما العالم كله حصله كده انت لأ انت مخدتش أي سيسن كماشي بل بالعكس وسعت اقتصادك أكتر فحققت أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط بالكامل ده إيه الحلوة دي طيب فتش بتقول الإصلاحات الهيكلية من شأنها إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة وغيري مستغلة هنا بقى حط ما بينقصين كده فاكرين طبعا الرملة السودة صح؟ تسعين سنة في البطاطا بتاخدها بتصدرها بالطن زي ما هي أدى حكك أكتر؟ أدى حكك يارتك كنت بتصدرها بالطن زي ما هي لا إن انت كنت بتصدرها لدول تاخدها تغربل وتنظف وتفلتر وتنقي وتعيد لك التصدير تاني فأنت مثلا تصدر بجنيه وتستورد بعشرة رملتك هي هي السوق غسلها مثلا راح تخذيته الجنالة وخبط الماء طيب إمكانات اقتصادية غير مستغلة طيب موديس بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن التنفيذ الفعال إصلاحات بيئة الأعمال هيدعم من إمكانات نمو الاقتصاد المصري وتحسين قدرته التنافسية مش خلق قدرة تنافسية تحسين القدرة يعني أنت عندك قدرات تنافسية طيب الإصلاح اللي هيكالة اللي بيحصل ده هيعمل إيه؟ هيحسن من معدل قدرتك التنافسية أكتر ستاندد أمبورز بيقولوا مصر تشهد معدلات نمو قوية على المدى المتوسط ومدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية قولي نفسك في إيه من أسئلة وأنا أرد لك عليه حالا بالا نفسك في إيه؟ طيب هيجي واحد يقول لك مثلا خلي بالك الدعم اللي بيوجه للأسر اللي هي أكثر احتياجا أو الفقراء في مصر هيقل جدا وأصل الصندوق ده لما بيخو يا جماعة هي مش أول مرة نتعاون مع الصندوق بالمناسبة ده تل التعاون لنا طيب أزيدك من الشعر بيت؟ لا هو النسبة زادت متوسط 6% كل سنة فيش حاجة قلت ولا سبتت يعني لا سبتت ولا نزلت لتحت ده زادت 6% كل سنة ومالقيه الحكاية نسبة تتكلم كده عن الصندوق وعن الدول التي تتعامل مع الصندوق بص يا حبيبي أي بلد اتعاملت مع الصندوق وما مشيتش بنجاح مشكلتها مشكلتها تاني حضرتك هتاخد بعضك هتروح على البنك هتقول له يا بنك أنا عايز قرد هقولك قوي قوي هاتلي مفردات المرتب ما ده؟ عمليا دي قوامك الاقتصادية هاتلي مفردات المرتب بتاعتك بقى انت كفرد ده بقى الاقتصاد الجزئي هتاخد بعضك هتروح تقدم مفردات المرتب وهنشوف العقد بتاع الشغل بتاعك آه تمام انت ميت فل و14 بعد كده بنروح نعمل ايه بقى؟ آه بنكشف على الاي سكور بتاعك هشوفك والله انت راجل واخد قرود قبل كده ولا مش واخد والقرود اللي انت خدته قبل كده هترى انت بتنفز ولا ما بتنفزش بتسدد في الموعيد بتتأخر بتطبق علي الغرمات بتشاغب بتتملص بتزوغ طب انا كبنك راجعت كل ده لقيت انه انت راجل تاريخك حلو جدا مع البنوك التانية القرود اللي انت خدتها سددتها كويس سددت في الموعيد انت راجل عشرة على عشرة وبعدين ابص المفردات المرتب آه جميل رائع حلو جدا وبعدين نبعت للبنك المركز يا جماعة هو الراجل ده في التمام ولا عليه حاجة لا الراجل ده في التمام اجي اقولك طب ما تجيب لي مثلا ده بقى لو انا البنك عاوزي يغلس قوي اقولك ما تجيب لي كشف حسابك كده ستة شهر اللي فاته اجي بص اشوف اه ده كشف حسابه حلو والله لا الراجل ده تمام خد القرد حضرك استلمت القرد في ايديك اصبح القرار قرارك خدت القرد وروح تواخد بعضك ونازل واخد العيال كل يوم تغديهم وتعشيهم برا وتعالى نجيب بدلة الحمادة ونجيب فستان ميادة ونعمل مش عارف ايه خلصة الفلوس ما انت ما عملتش حاجة بالفلوس انت صرفتها كلها على استهلاكات ومناظر خايبة اخوك بقى عمل ايه هل ده معناه كده ان البنك اللي وحش البنك مليش دعم وانت قلتاني انا عايز القرد قلتلك اتفضل اخوك زيك بالزبط زميلك في المكتب بس خد القرد وراح قلتلك هنعمل مشروع صغير على الماشي اهو يزود الدخل فتيجي مراته تقوله ايه بس اصل الوات كان عاوز لبس جديد والبنت كنا عاوزين نجيب لها حلق واصلا كان نفسي مش عارف الكردان اللي في رقابتك يا صحر كل الكلام الحلو ده فروحت انت ردد ببتسمة لطيفة السبوري كله جاي وروحت عامل حاجة بسيئة اهو مثلا لو انت اهلينة في الريف رحت شاري حاجة لطيفة زريفة الجديدة دي اللي هي رؤوس المواشي الجديدة انا حفظت الاسم خلاص هولشتاين جبت البقر الهولشتاين الجميلة وبدأت تتأكلها مظبوط وتعمل لها الرعاية البيطرية المظبوطة وحضرتك بتحلب كل يوم بيجي لك 27 كيلو لبن قول 25 طب 20 كيلو لبن بتبيع كيلو لبن مثلا على 11 ولا 12 100 فل و 14 بقى دخلك فلوس الفلوس دي عملت بيها ايه جزء بتسدد القرض فما وعيده طب هو جزء التاني اقول اه جزء تاني ده انا هقسمه حتتين بقى حتة منهم خد يا مدام هاتي اللي انت عايزانتي والولاد على قد الفلوس دي والشهر الجاي نبقى نكمل ليه؟ انا عندي قصط بتاع القرض طيب ما هو لسه فاضل الفلوس لا احنا لازم برضو نزود رأس المال بتاعنا عشان بعد كده لما نيجي ناخد قرض ناخده اقل او ممكن ما ناخدش خالص اصلا انا بفكر قدام شوية كده سنتين ولا حاجة ولا تلت سنين اشتري رأس تانية عدى خمس سنين مدة القرض اللي انت واخده من البنك ايه اللي حصل انت حضرتك بتدفع القرض وبانتظام وبتخصم من مرتب وميت فل و 14 بس حياتك ما تغيرتش انت بتاخد القرض تضيعها بتشتري حاجات او مبسوط انت كده مبسوط بس حياتك ما تغيرتش زميلك اللي في المكتب جاب كل اللي العيال عايزينه وزود رأس المال وبقى عنده بدل بقرة الهولشتاين بقى عنده اتنين وثلاثة وميت فل وراح اشترع عربية ودلوقتي بيشوف هيعمل ايه في الجامعة بتاعة الواد عشان عاوز يدخله الجامعة الاهلية حياته حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص بتعدي انت من برة ايه ده وجام الفلوس دي من ايه اشتغل فالدول نفس القصة يا دولة بتاخد الحاجات عشان نجيب زيت وسكر يا دولة بتاخد الحاجات عشان تستسمرها امت تختار تبقى انهي دولة ايه المفروض ناخد الفلوس عشان نستسمر صح؟ طيب وده اللي عملته مصر امالهية من سنة 16 كانت بتعمل ايه؟ هو فيه يوم عدة عليك من غير ما تسمع على مشروع جديد يا راجل انت جوة عيلتك عمرتك حتتك شارعك حارتك قريتك نجعك عندك واحد ما بيشتغلش في مشروع من المشروعات اللي بنتكلم فيها بزمتك وحق لا إله إلا الله يا شيخ يعني ما مش كده اقمرني يا يونس شوها ده اتقول الدكتور يونس النديل يجي وقاله اقمرني يا يونس لأ أنا سريع قوي في الحاجات دي ايه اللي أنا عايز اقوله لك فتح ودانك للمنطق ما تفتحش ودانك للكلام الفاضي ولا للكلام الفارغ على الإطلاق طيب مثلا هو مش فيه ناس بالفعل بتعمل زي صديقنا اللي خد القرد واشتغل به آه فيه كتير تعالى فرجك على تقرير لطيف هو جزء ولو صغير قصير بسيط بس بالنسبة لاصحابه مهمة قوي وبالنسبة لنا بصراحة مهمة قوي 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 الناس اللي بتشتغل دي وبتزود دخلها وبتعرف تجيب القرش بالحلال ناس عظمة أول معرض لأصحاب الحرف اليدوية طيب من مين؟ من زاوي الهمم طيب فين؟ فاكرين الشط المجاني اللي في اسكندرية أيوة الشط بتاع زاوي الهمم هناك بقى احنا عاملين المعرض بيشتغلوا ميت فل وبيشتغلوا بيديهم وبيطلعوا منتجات والمنتجات بتتسوق وبتتباع ومن عرق جبنهم بيكسبهم تعالى نشوف التقرير اللي بيعكس الفارق ما بين المنتج والله حاطت ايده على خده قاعد بيغني ظلمون فاصل ونكمل الكلام النهاردة احنا متوجدين في باب رزق 2 احنا كنا افتتحنا من حوالي 20 يوم باب رزق 1 للأسر المنتجة اللي بتنتج مشغولات يدوية في البيوت عشان نعملهم معارض عشان يتعايشوا منها النهاردة كان الفكرة والمقترح للدارة المركزية والسياحة المصايف ان احنا ناخد شاطئ المنظرة المجاني في ظل ان بدأ فصل الشتاء ان احنا نعمل معارض كبير جدا لعدد من العارضين 160 عارض وعارضة من زاوي الهمم والأسر المنتجة ايضا الخاصة بيهم عشان نفتتح النهاردة المعرض ونبدأ المعرض بالفعل ونتفاول نشوف المنتجات الخاصة بيهم اللي هي انا شايف منتجات باهرة ومبهرة وحاجات جميلة جدا فالنهاردة بنستقبلهم عشان يبدأ افتتاح المعرض ويبدأ العمل انهم يبقى فيه زوار للمعرض عشان يبدأ عملية البيع والشراء وده نوع من انواع الكسب الطيب المشروع لزو الهمم واحلم في المعرض انه لهم يعني كلنا يعني كل زول احتاجات الخاصة او زول الهمم بانواعنا بمنتجاتنا ان احنا كل واحد طبعا بيبقى عنده مهرة في حاجة معينة بيطلعها ده الاهمية للمعرض ان كل واحد جاي واعرف هو بيقدم حاجة شاركنا في المعرض كلنا عملنا سباح ومفارش وعلب مناديل وفوانيس المعرض بصراحة يعني اقامته بتعرف الناس ان زويل الهمم لهم مهارات ممكن يقدموها حاجات ممكن يعملوها يعني يثبتوا نفسهم شاركيتي في المعرض بسبب ان انا يبقى لها دخل معين بعد ما خلصت تعليمي حاولت ان انا توظف ملقيتش وزايف حاولت ان انا اخد اتضرب تحت ايضا سيس كامل وتحت شرف الجامعية ان انا اقدر عمل الشنط ديت وقدر يبقى لها دخل سابط كل شهر شاركت في المعرض ده شهر اللي فات بس هو ما كانش الهوي الهمم بس وكان للعارضين مجمل بصي هو انا بالنسبالي ده مميز عن اللي فات حتى حسن الهتمام بي اكبر بينا هنا بصي مبسوطة بالجو العام مبسوطة بموقعه مبسوطة عشان بمحافظتي انا كنت دايما بطلع معارض برا محافظة فبالنسبالي فرحونا بي قوي تشجيعة حلوة قوي لزاوي الهمم من انه الشهر بتاعنا وبيحتفلوا بينا فهم حابوا يحتفلوا بينا بطريقتهم ويعملونا معارض حلوة قوي كده والله كان فيها مبسوطة على الانترنت اللي محافظ بيضعونا جميعا ضعاف السمع ويضعو الهمم للحضور المعرض وكلمتوهم وجالوهم انت معانا في المعرض اكيد وديت النهاردة وبسكت المحافظ على المعرض الجامل دي انه عرفنا لاما شمالنا جميعا كلنا في المعرض وبيتفاوض على المنتجاتنا الادوية ازاكوا يا جماعة عاملين ايه كله تمام ماشي الحمد لله يا رب بصوا بقى انا من الناس اللي بتحب الراب من وقت ما ظهر حركة هب هب فراب فمش عارف ايه الكلام ده كان في نص التمانينات يعني يعني بداية الراب يعني بالمناسبة او بداية الهب هب بشكل عام كانت في جيلي يعني سنة اظن تلاتة وتمانين اربعة وتمانين وكنا لسه عاد زغيرين وبتاع وحاجة زي كده واطلعنا على الموسيقى كان بطلوع الروح واحدة واحدة واحنا في مطلع التسعينات بدأنا نفهم بقى انه في موسيقى جديدة اصبحت شويتين موجودة عندنا في مصر اسمها الراب بقى طبعا النجوم المهمين جدا وبعدين لو تفتكر اذا كنت انت من محبي النوع ده من الموسيقى كان فيه بقى الصراع ما بين السحل الشرقي والسحل الغربي الايست كوست والواست كوست ويجي حد زي اما نام هو عمليا مفترض انه يبقى ايست كوست بس هو بيغني زي بتوع الواست كوست كانت حدوتة وبطبيعة الحل الموسيقى بتتطور لحد ما ظهر نوع من الموسيقى بالنسبة لي غالبا هي دي يعني تداعيات الاجيال غريب او جديد او بالنسبة لي مش مفهوم او مش على زوقي حلوة وحش انا من انصار ما فيش حاجة اسمها موسيقى حلوة وموسيقى وحشة تبقى الموسيقى موسيقى الوان موسيقية دي ازواء انت وزوقك ويظهر في مصر شاب واعد مشهور او اصبح مشهورا اسمه ويجز فويجز بدأ يظهر وحدة وحدة يبدأ نجم ويسطع فيبقى واحد من المشاهير في المشهد الموسيقي المصري بل والعربي واصبح كمان ليه اسم معروف في نطاق المشهد الموسيقي في بعض دول العالم وانا يعني انا حب استخدم الامور بدقة في بعض دول العالم طيب بلدنا زيها زي بلاد كبيرة كتيرة كبيرة فيها حاجة اسمها الاتحادات احنا نعرفها عندنا باسم ايه النقابات طيب النقابة بتعمل ايه النقابة يا جماعة اي نقابة شغلتها تحافظ على ايه على حاجتين تحافظ على المهنة وعلى ابناء المهنة وتبزل الغالي والنفيس عشان الهدفين دول المهنة وابناء المهنة فلا يدخلها الدخلاء ولا يضر بالمهنة الجهلاء ماشي طيب تبدأ النقابات دايما تحط محددات انت كنت تفاهم انا بقصد ايه طبعا تحط محددات للحفاظ على الهدفين دول المهنة وابناء المهنة انا طول عمر خلقتي كده احب الناس الاقوية اللي ما بيشتغلوش بالطريقة بتاعت يلا بينا نكسب التأييد والتصفيق الحار ولهذا السبب انا احب النقيب القوي جدا الواضح جدا الفنان الكبير مصطفى كامل نقيب الموسيقية ازاي الصح ازايك يا أستاذ يوسف عمل يا أستاذ والله العظيم وانتع من ساعة ما كنا في المنصورة ما شفتكش اشوفك تاني والنبي حبيبي يا رئيس انا جاهز يلا يلا بينا ربنا يخليك رب الامر الله سبحانه وتعالى انا بقول انا حب النقيب القوي اللي بيحفظ على الهدفين مهنة وابناءها في اختلاف على ده بالزمة الله يحفظك ده انا باشكر حضرتك لما تطلع عن رجل زيك العفو خالص رجل قوي ورجل صاحب مبدأ وصاحب فكر وياصفني بهذا الوصف ده شرف كبير لا لا خالص 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 احنا اللي كننا نتشرف بيك ده حقيقي ايه المشكلة بتاعت وجز المشكلة الحالية ولا المشكلة العامة بتاعته تعالى نبدأ بالمشكلة العامة فنذهب الى الخاص اللي هو الحالي المشكلة العامة ان انا دائما ابدا يا أستاذ يوسف استشعر من هذا الشاب انه يتعالى على مؤسسات هو مضطر ان هي تكون هي المؤسسات الحاكمة لمهنته هتقول لي ايه الدليل على كده ايه برغاني على اللي انا بقوله الحضر الفكرة حلو احنا فتحنا الباب يا أستاذ يوسف وكنت زي ما حضرك قلت وانا بشكرك تاني على وصفك لي ان انا خدت التحدي وقلت شباب بلدي لازم احتويهم لازم كل حد عنده موهبة نبص عليه ونشوفه ودورنا كناس كبيرة سنا يعني او اشتغلنا في المهنة من عمر طويل دورنا ان احنا لو هو عنده قصور فحاجة نقومه فيها مش عيب يعني وكلنا في بدايتنا تمت مهاجمتنا وتم انتقادنا انتقادات لازعة فعز ما احنا كنا بنقدم كمان فن من نوعية عدك على ايه ولا ايه وحودعك والحب الحقيقي والحلم الجميل وبالرغم من كده تم الهجوم عليكم مش راسة معك كنا بنتهم ان احنا جيل المسيب ده انا بكلمك على مصطفى كامل ايه ايه وكل من غنوا له هذه الأغانية امثال النجم محمد فؤاد نجمة عمر الدياب مونير كل لغرنا كلمات مستفى وجهة نظر دايما عيد انك تكون دايما راجل ناقب على كل ما هو حديث او كل ما هو بعدك واكب مع العصر وكان بيجبني مقولة كبيرة لأستاذنا وهرمنا الكبير السيد عبدالوهاب قال لك من لم يواكب عصره فلا يرحل عنه لم يواكبش العصر اللي هو عايشه يبعد عنه انا ربيت ولادي وربيت نفسي على اني حتى لو ما كنتش بحب نوع معين اولون معين للفن اني استسلم طالما ناجح يبقى مبروك عليه خلاص جمعت الشباب دي وجبتهم واتكلمنا معهم بكل العقل وكل ابتزان انا زي حضرتك مش من محبين هذه السلعة من الفن وحد ممكن يقول لي عيب لما تقول سلعة لا هي الفن سلعة ولكني انا كراجل شاعر وملحن ومغني بقولك انا بسميها طول عمري هي سلعة مزاجية الفن سلعة مزاجية كل واحد بيختار المطرب اللي بيحبه بيختار الاغاني اللي بيحبها في ناس بتحب الاغاني الحزينة في ناس بتحب الاغاني الفراحي في ناس تقول لك ده مصطفى كامل كايب اوي في ناس بتحب عمري دي بعشان خاطر كلها غني حب المهم انها في النهاية عايزين نوصل بمجتمعنا ان لا يضر ابنائنا سامي قلتها لحدك مرة واثنين وثلاثة وبقولها المجتمع كله شركة المسؤولية جبت الشباب قومتهم على قد مقدر الحمد لله رب العالمين وانا دايما بسأل كل الاعلاميين المحترمين لزاسة حضرتك هل حد شاف من شهرين من ساعة مرة جمعت الشباب دي واقروا وتعهدوا بالالتزام التام وبالضوابط وبالمعائير اللي انا حططهم حد سمع كلمة مبتزلة سمعت كلمة مبتزلة هترجع تقول اول ما هتسرخ عندك في البرنامج وهتزع هتزع اقول النقابة فين فين النقابة وفين النقيب اللي جاب لينا الشوية دول مش هو ده اللي هتقال اه فانا عايز اضم كل ولادي او كل اخوات الصغرين حضنوا نقابتهم بالالتزام قدام دولتهم قدام ابناء دولتهم قدام ابناء دولتهم وكون انا المسؤول عنهم يمكن الرهان اللي انا راهي انت نفسي عليه اخسروا ولما اجي اخسروا انا امتلك من الشجاعة الادبية ان انا اطلع اقول انا اسف او اقوم نفسي وارفو التاني التصريح دي ان لم يلتزموا بما اقروا وتعحدوا به كل الناس جات لي يا استاذ يوسف او بنسبة 97% من الناس جات لي الا ويجز وتقريبا اتنين تاني ويصلني كلام هو ده اللي انا ما اقدرش اجزم به وما اقدرش اقول لك بحقيقة ولا لا ان هم بيتكلموا عن النقابة بشكل مش ما يردنيش يعني وانا متأكد انه كمان ما يردنيش وانا اعرف الاستاذ مصطفى كامل ما هواش مدى ودني خالص وانا مش كده والله والله وعشان كده بقولها لحضرتك انا ييجو على راسي دول ولادنا ولاد مصر في النهاية هو يحمل رقم قومي مصري فانا تحت امرهم هفضل متحمل غيابهم لا ان غيابهم يضرون هما ميضرونيش انا هما الغاية دلوقتي او هما مستندين ان هما هيجوا نقابة وقت ما يكون عندهم اعمل داخل مصر هما ربنا كريمهم برا ربنا يوفاهم طبعا واتمانالهم كل نجاح وطوفيه من كل قلبي لكن ما يحزنني شخصيا ونقابيا أن أنا كل يوم والتاني يا أستاذ يوسف كل يوم والتاني ألاقي تصريحات منهم هم وكأن النقاب هم بيبتدعوا أخبار يقولوا فيها النقابة هتمنع الأستاذ يوسف الحسيني يا جماعة النقابة اللي طلعت أن هي هتمنع الأستاذ يوسف الحسيني ده الناس بتوهم فيبتدوا محبين الأستاذ يوسف الحسيني يعملوا إيه يهجموا النقاب ويشتموني شخصيا للأسف وأنا شايف أن أنا راجل لبلدي والحياتي والأولادي وطول عمري والمهنة أنا راجل لا أستقل الشتيمة ما عملتش حد وحش بحد عمري ما أزيت حد أنا طول عمري راجلي مكتهد في حياتي صنعت أكبر نجوم مصر على إيدي اكتشافاتي بها سلطان وليد سعد الناس اللي مكسرت دنيا دلوقتي وبنفتخب بيهم دولادي فنيا اكتشافاتي فنيا فأنا مش بعد العمر ده يا أستاذ يوسف أقبل على بيتي وعلى أولادي أنا ما دخلتش النقابة اللي الكل يعلم فيها أننا الحمد لله رب العالمين والتهى بدل المرة مليار ويعهدها فيها القاسي والدامي أن أنا قلت يحرم علي البريزة الفضة بتاعة البسطاء اندخلت على بيتي بتدخل بالخراب فلما يكون راجل داخل أعمل كده وداخل متكفل بكل حتى أبسط مواصلاتي على حسابي ما يخداش من النقابة عمري ما خدت جنيه من النقابة أنا ما يحوجني ليها إن شاء الله وتفضل هي نقابة زملائنا اللي الدنيا مالت بيهم عيب يا أستاذ يوسف لما أفضل أصحى ألاقي شباب من عمر ابني وأصغر من ابني بيجتمني بيجتمني الحاجة أنا ما عملتهاش طيب هيجي ويجز وبقية الزملاء اللي ما جوش النقابة الحد دلوقتي هيقول لك أستاذ مصطفى احنا ملناش دعوة بالفانز الجمهور بتاعنا بيقول إيه انت ليك عندنا تصريحاتنا فأنا هيجي الأستاذ مصطفى أنا هرد بنيابة عنك طيب تعالوا النقابة عشان نعمل الانتفاق بتاعنا علشان نقر علشان نقرأ الفتحة زي ما بيتقال هل تمت مخططهم أكتر من مرة وهم عندهم إصرار أنهم ما يجوش يعني بيتجهلوا هذه المخطبات ولا بيردوا بالرفض أيوة يا أستاذ يوسف بيتجهلوا أيوة يا أستاذ يوسف طيب ده شيء مؤسف جدا أيوة يا أستاذ يوسف ومدير أعماله تكلمني أنا شخصيا في يوم من الأيام وقال لي أستاذ مصطفى معلش أصلي إحنا مسافرين أول ما نرجع من السفر تقولوا اتفضل ما جاش فما اهتمتش مش هجبب عليك يعني مش هقولك هتحايل عليك ما اهتمتش فجئت من يومين كده بيتي ودنيتي وحياتي واشتيمة وسب وقصف ودنيا من بقولك من شباب أصغر من ابني يعني للأسف إحنا مدخلناش ندير الكائنات دي كائنات خدمية مجانية من المفترض مريش دعو بأي حد بيخش فيها ينتفع أو يتربح لكن أنا بكلمك عن نفسي ويسأل عني كل زماني سواء جوى المجلس أو موظفين النقابة ونقابات الفراعية ده معروف ورشم راجل شريف وراجل محترم وراجل يحرم عليه الجنيه بتاع الناس منفعش بقى لقي نفسي كل يوم عملت شتم ونقابة واصلا ما فيش نقابة والنقابة مش عارف تعمل ايه والنقابة واصل النقابة لما رديت يا جماعة أنا ما طلعتش بيان ده احنا خلصنا كده مع حضرتك الجزء العام نخش في الخاص بتاع جاس العالم قبل بخش على الخاص معلش يسمح لي أقولك على جزئية في العام كده هي دعابة ما هيش أكتر من دعابة يعني لما دخل عفرت ودخل مروان موسى والشباب دي وقعدت معايا وقعدنا قعدة كبيرة واقنعتهم بأن حتى اللي انت بتشتغلوا عليه ده ما تقوليش أشتغل بالفلاشة لأن انت شغال على تراك الميوزيك انت في النهاية شغال على الميوزيك الميوزيك ده مضمونه ومحتوى فيه درامز وفيه بركشن وفيه جتار وفيه ليت جتار وفيه أدوات موسيقية عم يعمل لي خمسة ستة لأن أنا يا أستاذ يوسف برضو مؤمن بحاجة معلش أنا راجل ابن الدولة دي وبحب الدولة دي وراجل واعي شويتين زيادة الحمد لله رب العالمين فكل آلة مستحدثة في حياتنا لها جبيات ولها سلبيات طبعا زي الآلة الزراعية ممكن تلملك المحصول كله في خمس ساعات اللي كان بيلمه المزارعين في ثلاثة يام صحيح هي فادتنا وأضرت فئة من الناس من المزارعين أنا يعز علي فترة إدارتي للنقابة إن أكون بإيدي أنا وبقراراتي أنا بدر عنصر بشري هو العنصر الموسيقي الموسيقية بالظرر اللي هفضة لو تلعت انفلاشة يبقى بكرة عمري دياب يقول لك بنائس فرقتي يبقى بكرة محمد فؤادي يقول لك بنائس فرقتي يبقى بكرة يهبط وفي يقول لك بنائس فرقتي يبقى بكرة متحط صالح يقول لك بنائس فرقتي أنا نفسي كمصطفى كامل لما كنت صرحت بده يبقى أنا بكرة ما جيرش الثمانية وتماتين عازف اللي معايا اللي بيسترزقوا ومهنتهم وأكل عيشهم هي المزيكة أيه فأنا حفاظا مني استحدث زي ما تستحدث لكن معلش العنصر البشري المسؤول مني اللي تحت رقبتي الأمانات اللي ربنا عرضها على الجبال ورفضتها وأنا قبلتها عشان أنا ظلوم كفار معلش أنا مضطر حافظ عليها لازم تحافظ أنا حافظ على أدواء لازم لازم أحفظ على أبناء مهنتي على قد مقدر على قد مقدر صحيح الحمد لله أنا أين بدوري يعني أتعشب أن يكون ربنا راضي عني في حالات المرضى في حالات الناس التعبنين في حالات المحتاجين من النقابة في حاجات في الحالات الإدارية في الأمور اللي كان فيها شبه رشاوي وفساد الحمد لله قضي عليها تماما وعايز أقول لحضرك الخبر ده الأخوية وصديقي زي ما بيحبني لك علي أن أنا أقول لك أنا دخلت النقابة كانت بتتفاخر بأنها حققت في سبعة أو ست سنوات مش عارش اتنين وتلاتين مليون جنيه ولا أربعة وتلاتين مليون جنيه مصطفى كامل وهو بيهد النقابة هدت النقابة كلها لأنها كانت لا طليق بينها وفي وسط صنعية مصطفى كامل بدخل في شهر وعشرين يوم خمستاشر مليون جنيه الله أكبر عشان الموضوع أدير بشكل احترافي بشكل شرف بشكل إدارة مؤسسة على أكمل وجه عشان كده كل اللي بيجي يقول لنا عيان ودايما كل جلسات مجلس الإدارة مع زملائي يقول لهم من فضلكه اوعى تلاقوا ست بتقول لك المعاش ويتأخر عليها اوعى تلاقوا زميل المريض بيقول لك أنا مريض وتقول له أصل الحد الأقصى والأدنى اوعى تلاقي أي حد محتاجك وتوقفه طالما موارد وموارد مقبط جياله على الجو الناس أنا ممكن أسأل قدام القانون عن تجاوز ماتي في مريض ولكني ما أخاف أسأل أخاف من السؤال أمام الله طبعا عشان خاطر ألف جنيه ولا ألفين جنيه زيادة ربنا يستر عليك يا رب ربنا يستر عليك يا رب طيب القصة بقى بتاعتكسل يا أستاذ يوسف طلعت الإشاعة بتاعته من النقابة والإيت هما اللي بنزلوا هما اللي بنزلين البستات دي هما اللي بنزلوها ده اللي مزعل جدا يا أستاذ يوسف هما اللي بنزلين ده النقابة والنقابة ولهاش حاجة عشان توقف ويجزون أكتر من مرة بقالي شهر ونص وأنا بكلم أخوي الإعلامي بقول لك أنا جات لي فترة عملت مؤتمرات كثيرة وظهرت ظهور إعلامي مكثف جات لي فترة قلت أحترم نفسك ابعت شوية أنا في النهاية رجل فنان خليك اعطي لزميلك من المجلس ومساحة أنه هو يتكلم يعني لما نكون واغدين قرارات محتاجة النقابة تتكلم عندي الدكتور محمد عبدالله رجل مفقف وراجل رئيس اللجمة الثقافية وكان دوره في الفترة الفاتة قال لي أنه ثلاث سنين مهمش جدا الرجل ما كانوش بيستخدمه رغم أنه راجل موسيقي في أشتر موسيقي مصر راجل مفقف جدا فابتري تقولون يا جماعة أنا هجيب وراء شوية من مداخلات الإعلامية عشان أنا ظهرت كتير ومش عايز أكون كده يعني يا أستاذ يوسف هدي مساحة للزمل هدي مساحة للزملاي بس كنا باتفاقنا من فضلكم حالة التضارب اللي كان بتحصل قبل كده والمهاطرات اللي كانت بتحصل قبل كده خلينا لما نطلع الأستاذ يوسف بيسأل في حاجة معينة الزميل اللي هيطلع يرد هو ده قرار نقيب العام والمجلس شوجة نظر شخصية صح بعدت جدا على الإعلام وبعدت فترة ويمكن بيزعلت ناس كتير مني وكون اللي بقدر أقنعه وأقول له معلش شيء يعني أنا بحترم نفسي شوية أما أنا مش هطلع أطلع اللي دخلت مستشفى تكلم عنها واللي تجوز تتكلم عنها واللي اتطلق تتكلم عنها أنا يعني مش عايز النقابة كمان تبع في الحتة دي يا أستاذ يوسف نحن النقابة أكبر من كده وقيمتها أكبر من كده ومفروض نعمل بدخلات في قضية زي القضية اللي حاجة بتتكلمني فيها دلوقتي لما نوصل لإحتكاك مباشر لراجل بيمثل مصر لكاس العالم أيا كان هو مين على رأسي أنا مصطفى كامل بتاعة تسلم الأياء دي أنا مصطفى كامل بتاعة وقت الشدايد أنا مصطفى كامل بتاع ربنا وياك يا ابني أنا مصطفى كامل اللي مصر بتجري في دمي من دفر رجل الشعر فمهما كان مين اللي مزي علم لو هو بيمثل مصر أنا هكون فخور به وهكون أول حد بشيد به وهكون أول حد سابورت في ظهره ولكن أنا مصدرش من نقابتي لمني شخصيا ولا صفتي نقابية ولا مجبس إدارتي أي بيان يخص وجوده في كأس العالم ليه تتحرش بي أنت ليه بتتحرش بي شخصيا ونقابيا بتتحرش ليه بالنقاب طب هو وجز نفسه ما نزلش على أي من حساباته الرسمية أي تصريح يفيد بأنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن منع النقابة لي من أن أنا أبقى أحي حفل كأس العالم في الدوحة يعني ما جابش سيرة قاعد ساكت هو ده بقى اللي يخلينا شك بقى أنا مشاكدب عليك برده يا أستاذ يوسف ما أنا بكلمك بالشكل المثقف ده شوية لكن ما تنساش برده أن أنا راجل أستر ميكر راجل سنة نجوم وعشرة عفريت الأسفل في الشغل أنا دي طبعا ففاهم لو أنت عايز تتشل نار يا أستاذ يوسف هتطفين هتطلع تقول الكلام ده كونك ساكت ده على الأهل شخصيا يوديناك أدام أعرف أن ده على هواك أن الحاصل ده جاي على هواك بص احنا قبل كده كنا كلمناه ودخل معنا على الهوا ولا بتقصد أنه في الأوقات بتاعت الأزمات هو بيغتص أنا معرفه أنا خلي ده لك صدقني يا أستاذ يوسف أنا لقابلت وجه الوج ولا أعرف ملامح صوته تليفونيا ولا هو كلمني حتى شخصيا مصطفى كامل بعد عمر 33 سنة في المئنة دي اللي كلمني عشان يعتذر عن إنه مش جاي وعيجي بعدين كمدير أعماله وتقبلتها عادي لأنك طالما مسؤول لازم تحتمل ولازم يكون عندك جرعة من الصبر شويتين زيادة أنا خدت جرعة الصبر شويتين وخمسة وسبعة وتسعة وخمستاشر وإنبارح أتراجي أن أنا بتشتم بتشتم على حاجة ما أصدرتهاش على حاجة أنا ما عملتاش حاجة أنا مرتاش لازم هم الحقيقة يوقفوا النوع ده من الحملات تماما ويخطبوا جماهرهم بدا إنه لا داعي للزهاب في الاتجاه ده تحت إيه ظرف المصدر خليني الأول أشكرك وحقك على أنا كصديق وأخ وواحد من جمهورك برضو بالمناسبة فأشكرك جدا 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 فنان الكبير مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بس أنا هقول حاجة ومش باعتبر ده أنه رد الغيبة بقدر ما هو شهادة حقيقا غير إن إحنا كلمنا وجز قبل كده عشان مفتيش بس فكان بيتكلم على وده اللي عجبني بصراحة في الرجل ده أو في هذا الشاب يعني بيتكلم على بداياته وهو كان بيعيش إزاي وهو فكرة الرضا بمسألة الفلوس الكتير أو القليلة أنا فاكر حتى هو استخدم مصطلح قال أنا تمام من زمان يعني أنا على طول تمام ومش فارق معايا أي جنيه زيادة هيزيد لأن أنا من بدري تمام أنا من الآخر الملخص بتاع كلام وجز في هذا الانترفيو إنه هو ما بتفرقش معاه مسألة حجم الفلوس اللي دخله كتير أو القليلة لأنه هو معود نفسه على التعامل بالمتاح عجبني قوي عجبني قوي قوي وعجبني قوي فكرة الرضا طول الوقت وعجبني قوي فكرة إنه كان حتى أتكلم قال كنت زمان ما يبقاش فيه معايا في إيدي في اليوم كان هم خمسين جنيه فأنا بتعامل بيوم دلوقتي أيا كان الفلوس الموجودة فأنا هتعامل يعني ومش فارق معايا الفلوس الزيادة وحتى قال انت فاهمني انت فاهم ويمكن ده جزء من المصطلحات اللي بيستخدموها الشبان دلوقتي يعني جيل ولادي ووجز وما نفس الجيل يعني فعجبني فمش موجود في مخيلتي بصراحة وهذا تاني ليس دفاعا عن وجز بس مش موجود في مخيلتي إنه هذا الشاب حطت منخيره في السماء مش موجود مش حاسس بده سيبك بقى أنا بحب النوع ده من الموسيقى ما بحبش من النوع ده من الموسيقى عجبني أغنية كده اللي بتاعت مش عارف يعيني ويعيني عجبني الفلسفة بتاعتها جدا بصراحة شديدة الموسيقى نفسها مش بتاعتي ما نبضه 48 سنة يعني لكن مش دي القصة الموسيقى اللي تعرف الحدود في العمر لا هرجعك عليه لا أظن إن وجز عنده صلف أو غرور أو حطت منخيره في السماء ما أظنش خالص وهنا أنا معرفش وجز هيشوف ده ولا هو الجيل ده ما بيشوفهش التلفزيون وبيشوفه الحاجات بلاتفورمز والسوشيل ميديا وكده بس على كل كلم أستاذ مصطفى كامل يا وجز مش تخسر حاجة يعني كلم أستاذ مصطفى كامل تفاهم معاه هتجد رجل لطيف جدا متفاهم جدا هو جزء من مشهد موسيقي زي ما هو شرح قوبل بكم هجوم خد بالك جيل مصطفى كامل مع ما حافظ القباء جيل مصطفى كامل وعمري دياب ومحمد فؤاد وإهاب توفيق وحشام عبس ومصطفى أمر وحميد الشاعري ده جيل قوبل بهجوم شرس شراسة واتقال لك دول اللي أفسدوا الأغنية ويفسدون الأجيال ويدمرون الشاعر الغنائي وبيعملوا عمال بتقال عليهم كعمال صعب قوي أصعب من اللي بتقال عليكم فاسق إنه راجل متفاهم طيب هننتقل من ده إلى إن أنا مبسوط إنه المغرب حصلت على المركز الرابع صحيح كنت أحب إنها تحصل على المركز الثالث وكنت أتمنى إن أنا أشوفها واقفة قدام الأرجنتين في النهائية أو قدام فرنسا في النهائية لو كانت غلبت فرنسا ما كنتش هتبقى واقفة قدام فرنسا بالقطع كنت أتمنى ذلك بصراحة شقال علي القدير إن فرنسا هي اللي هتقف بكرة قدام الأرجنتين السؤال بقى أمال إيه قصة فيروس الإبل ده أنا عمري ما سمعت عن حاجة اسمها فيروس الإبل قال لك يا جماعة فيروس الإبل أصابة الديوك اللي هم الفرنساويين ده جد ولا هزار طيب وبيقال إنه الحالات وصلت لحد دلوقتي إنه فيه تلات لاعبين من الفرقة بتاعت منتخب فرنسا وصيبوا بفيروس الإبل سيناريو سايق جدا سيناريو غير متوقع للمنتخب الفرنسي لكن هيجي سؤال هو إيه فيروس الإبل ده هو ده جد ولا هزار هو بجد بيصيب البشر يعني طب هو حاجة صعبة للدرجات دي طب هل معدل الإصابة به سريع يعني العدوى بتاعته سريعة طيب دكتور أحمد شهين أستاذ علم الفيروسات معين على التليفون أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا بيك يعني حضراتكم العلماء بيتبقوا عارفين كل حاجة الناس اللي زي حالتنا بنستغرب يعني إحنا وصلنا الفيروس الإبل الحقيقة فيروس الإبل فيروس مكتشف من سنة 2012 هو يعني يعتبر من المتحورات بتاعة كورونات برضو ويمكن أول ظهوره طبعا ويمكن أول ظهوره أصاب خمسة من لعيبة من الديوك أو لعيبة الفرنسيين الفيروس طبعا ده زي احنا قلنا صبته بيكون بتنتقل من الإبل من المخلطة من الإبل للإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان على خاصة ما يكون فيه أماكن مغلقة وده يمكن بينتشر مع موسم الإصابة بالبرد وزينا احنا شاهدين طبعا احنا لحد النهار ده الفيروس الخامس اللي ظهر في هذا الموسم احنا قلنا زكام مثلا وانزا كورونا وبعدين المخلوي وآخر حاجة ظهر عندنا اللي هو الفيروس الفيروس الإبل طب وده معدل الإصابة بتاعه سريع يا دكتور أحمد معدله سريع ما هو احنا بقوله يمكن يعني هو بعد 24 ساعة من الإصابة طبعا بتظهر درجة الحرارة تبدأ ترتفع يعني توصل ل39 درجة مقوية وطبعا إفرازها تعطس وسعال سداد الجوب الأنسية وضغط التنفس وما إلى غير ذلك ولكن كل هذه الأعراض ماهاش أعراض محددة لهذا المحددة لهذا النوع من الفيروسات ولكن طبعا بيكون شائع يعني ما قدرش حدا يبدن طبعا فيه كده ضباب قدامي يعني السمير دي أعراض مشابه الأنفلوانز يعني أعراضه شابه الأنفلوانز بالضبط هو بسيط أول حاجة لا يشكل خطورة على حياة الإنسانية لا هو يعني في الغالب بسيط جدا يعني كان فيه كان فيه نسبة أيام زمان قالوا 35% ولكن النسبة يعني طبعا ممكن منظمة الصحة العالمية ردت عليها قال النسبة مغلوب فيها لأنهم لم يسجلهم الإصابات الخفيفة وبالتالي النسبة اللي طلغوها 35% عالية ولكن النسبة الحقيقية بيكون أقل من ذلك كثير ويعني كون اشتباهها مع الأمراض الأخرى أمراض النزلات البرد الأخرى هو خطورته لو نزل لالتهاب الجهاز التنفسي والبرد طبعا بيكون يعني بيكون وعكة شديدة شوية ولكن طبعا غالبا الانصاب بيصيب الجهاز التنفسي العلوي زي بقى العطاس والزكام والكلام بكله وهذه حاجات بسيطة مقدرة عليها مع الراحة والأكل المنتظم يعني والله الله دكتور ربنا وستر أنا مشكورك جدا دكتور أحمد شهين أستاذ علم الفيروس أنا مش عارف اللي اخترع الكورونا ده لو وقع تحت إيه دي أنا ممكن أعمل فيه إيه والله بجد يعني هاخنقه واللي هعزبه قبل ما اخنقه واللي أعمل فيه إيه كل حاجة طلعت خارجة من الكورونا برضو طيب خلونا نروح لتقرير هذا التقرير حول افتتاح أول ملعب كروسفت بالمجان كروسفت ده طلع موضة قوي طيب للشباب اسكندرية فين؟ بالجزيرة الوسطى لطريق كورنيش البحر عند منطقة سبورتنج ده بهدف تشجيع الشبان وتحفزهم يبدأوا يتضربوا يلعبوا رياضة في الهواء اتطلقوا حاجة عظمة العظمة شيء بيبقى لطيف ورائع ويخلي الشبان يطلعوا الطاقة بتاعتهم في الرياضة حلو؟ طيب خلونا بعد هذا التقرير ويا رب يا رب نمدلنا عشر دقيق كمان عندنا بقى فقرة مهمة جدا على المكاسب بتاعت مصر وافريقيا من بعد انتهاء وقائع قمة الافريقية الامريكية بواشنطن يا ترى هل ترى مكاسبنا ايه؟ وانا هدور على المكاسب ضفنا العزيز كاتبنا الصحف الكبير استيس جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة اكتوبر استنونا بعد اذنكم الفكرة تعتمد على ان الهدف منها ان احنا نقدم رياضيات كروس فيستي ممكن عشرات الالعاب موجودة في هذا الملعب الحقيقة الالعاب رائعة وكلها بتقدم للشباب السكندرية بيء المجان الحقيقة طبعا انا شايف في ممكن من خلال يوم الافتاح كان تم الافتاح مع عقادة منطقة الشمالية يوم 25-11 حتى الان الملعب ممكن مشغول يكاد الى 24 ساعة احنا حطين فيه فرض للحراسة وفيه فرض للامن والادارة عشان نحافظ على الملعب الجميل ده هو الفكرة كلها احنا عبرها مجموعة من الشباب هنا في اسكندرية جات في دماغنا الفكرة ان احنا حابين نعمل حاجة زي طبعا لحضرتك شايفها ده وتبقى متنفس للشباب في اسكندرية وحاجة تدعم الرياضة ونشجع غيرنا انه هو يعمل زينا عرضنا الفكرة على محافظة اسكندرية وقت المنطقة الشاملية العسكرية هما رحبوا جدا بالفكرة وطلبوا منه ان احنا نختار اماكن تصلح للفكرة دي بالفعل نزلنا وكان طبعا التوجه ان الاباكتب على الكورنيش اكتر عشان تدي برضو روح اسكندرية لان اسكندرية روحها كل الكورنيش زي ما حضرتك عارف لكابتن سمر حمزة لسه مكرر منها اول امبارح كافضل رياضية على مستوى اسكندرية وهي بطلة عالم ما شاء الله يعني من الناس اللي رفعت عالم مصر المكان ده هو اتعمل في حب اسكندرية وفي حب شباب اسكندرية احنا مجرد اللي احنا بندعم الشباب نقول لهم لو سمحتوا تعالوا تمرنوا في منطقة سبورتينج المكان ده هو اتمعمول بالمجان نهائي من قبل المحافظة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية طبعا جينا افتتحنا المكان المكان ده هو الطفرة حاجة عالمية على عرض مصر حاجة محترمة قوي في مدينة اسكندرية نتمنى ان الشباب كلها تقدر تيجي كل يوم جمعة كل الوقت الفراغ يقدر يعضيه في المكان ده هو انه هو يمرس الرياضي موجود النهاردة كمتطوع تمام احنا هنا بنجي كل جمعة من الساعة ثلاثة لخمسة بنبدأ ندرب الشباب كتطوع مننا المكان مجاني تمام ودي حاجة خدمة كويسة جدا لأهل اسكندرية وحاليا بسم الله ما شاء الله يعني الشباب كتير جدا متجه اتجاه كويس للرياضة بشكل عام ونتمنى الفترة الجاية يبقى المكان ده يتقرر في أماكن كتير موجودة في اسكندرية عشان نشجع الشباب للاتجاه للرياضة في الوقت اللي احنا فيه احنا متطوعين بنيجي ندرب الناس بالمجان من 3 إلى 5 كل يوم جمعة فبس احنا شوفنا الشباب بتتجه اتجاهات مش كويسة فقط ترخير المسؤولين يعني فتحوا مكان زي ده المجان فكرة جميلة جدا الناس بتيجي بتتبسط مفيش اي حاجة مادية مثلا حد بيدفع حاجة واحنا تطوع مننا بندرب بالناس هنا بالمجان فكرة الجم هنا كويسة جدا واول مرة وتبقى بالمجان يعني مثلا مخلص شغلي كده عدي اخد تمرينة سريعة يعني حاجة كويسة جدا في عقلة وفي متوازي وحاجات كتير وده نابل دي اول مرة تبقى موجودة يعني عمتا ففكرة حلوة ويعني بتحمس الشباب انها تنزل وتتمرم بدل ما تكسل اهلا بحضراتكم عمليون ايه دون مقدمة طويلة عريضة بمنتهى البساطة كلنا عارفين انه كان في حاجة اسمها القمة الامريكية الافريقية او الافريقية الامريكية دي ما هياش قمة مع كل دولة بحد ذاتها الاتحاد الافريقي من 2019 ومن وقت ترقص مصر للاتحاد الافريقي بات افريقيا بتتحرك كوحدة واحدة متكاملة امام العالم وده كان واحد من احلامنا زمان طيب قمة مفترض ان احنا نطلع منها بمكاسب انا مش هطلع بمكاسب ايبقى انا باعد على التربيز علشان ايه طيب ايه هي مكاسبنا مش مكاسبنا بس كمصر احنا اتفقنا مكاسبنا كافرق كاتبنا الصحف الكبير استاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجالة اكتوبر منورنا ازاي الصحف ازاي حضرتك ايه الاخبار انا محضرتك انا اسعد صدقني ربنا خليك ربنا قولي بقى مكاسبنا العام كقر ومكاسبنا الخاص كجمهورية مصر العربية طيب بداية القمة في الحقيقة جاءت في توقيت بلغ الاهمية وفي وقت استثنائي وبعد فجوة زمنية بين القمة الاولى والتانية ودي طبعا القمة التانية ايضا اللي بايدن بيكون شريك فيها الاول قمة كان نائب للرئيس في فترة اوباما والان هو الرئيس اسم الديمقراطيين لديهم استراتيجية وضح لتعزيز التعاون مع القارة الافريقية ولكن الجديد في هذه القمة ان هناك تعديل في سياسات الدخول الى السوق الافريقي من الجنب الامريكي ده بعد ما حصل نوع من انواع التراجع فيما يتعلق به تدفقات الاستثمارات والتجارة في الداخل الافريقي اللي حصل ان الوقت السوق الافريقي سوق امن لانه مش طرف في النزاع ولا في الصراع الدولي هو اه بيتأثر ونحن كمواطنين افارقة بنتأثر بالازمة العالمية ولدينا مشاكل في الامن الغذائي طبعا كافارقة ولدينا يعني الكثير من الازمات الاقتصادية ولكن احنا على الحياد احنا لسنا مع هذا الطرف او مع ذاك الطرف وبالتالي انت طول الوقت سوق استهلاكي جيد جدا اكتر من مليار مواطن بيستهلكوا سواء سلع استهلاكية او حتى محتاجين بنية تحتية وتكنولوجيا وغيرها من الامور الفجوة الزمنية بين القمة الاولى والتانية خلت الشرك الصيني يعني اخترق السوق الافريقية بمنتهى القوة نتكلم على اكتر من مئتين مليار دولار حجم التجارة البيانية ما بين الصين وافريقيا طيب ايه اللي حصل في الفجوة دي برضو ان التجارة البيانية ما بين افريقيا والولوات التحت الامريكية تراجعت كنا نتكلم على مئة وحجة واربعين مليار اصبحنا بنتكلم على 64 مليار طيب التراجع ده امريكا مش هتتنازل عن تنافس اقتصاديا على الولايات المتحدة الامريكية بقى ده التعديل اللي انا بتكلم عليه في السياسات كانت الاول بتولي اهمية لفكرة الشعارات السياسية ديمقراطيات وحقوق الانسان وغيرها من شعارات نعم هي شعارات جيدة ولكن تطبقها يستلزم ان يكون هناك بنية اقتصادية لهذه الدول حتى نستطيع ان تمر لهذه ديمقراطيات وتمر الى حقوق الانسان الحقيقية التي توفر للمواطن الافريقي حق المأكل والمسكن والغذاء والدواء وغيرها من الامور وبالتالي المكسب الاول من هذه القمم من موجة نظر الشخصية هو المكسب السياسي قبل حتى المكسب الاقتصادي لان اقتصاديا هناك الان تنفسية على السوق الافريقي وهناك عدد من القمم شفناها خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتت بتؤكد ان السوق الافريقي محل هذه التنفسية بنكلم على القمة الافريقية اليابانية بنكلم على الصين على روسيا على انجلترا على المانيا وغيرها من القمة وبالتالي المكسب الاقتصادية حاضرة كده كده ولكن المكسب السياسي انك تخلي الولايات المتحدة الامريكية الان تعدل من سياستها وتدخل الى السوق الافريقي مجددا كشريك بقى تنموي حقيقي بيتكلم على استثمارات خلال الخمس سنين الجاية بمئة مليار دولار للشركاء في القرى الافريقية بيتكلم على نصف مليار دولار يعني استثمارات ايضا في التكنولوجيا وفي البنية التكنولوجية اذا انا اعتقد ان ده مكسب كبير جدا ويجب علينا نحن كافارقة ان نحافظ على هذا المكتسب من خلال البقاء على فكرة التوازنات السياسية وعدم تحويل الشراكات مع كافة الاطراف الدولية الى هيمنة كما كان يحدث في الماضي لان القرية القرى الافريقية كانت للأسف بتنحاز ربما للجبهة الشرقية في بعض الاوقات او تنحاز الى الجبهة الغربية في بعض الاوقات الاخرى ولكن الان انا اعتقد ان الحركة شرطي دي اليه في اول الفقرة فكرة ان الافريقى الان اصبحوا كتلة واحدة اصبحوا لديهم عقل جمعي واحد وده جيد للغاية انك بالفعل تتحرك في هذه الاعصير الدولية بهذا الاتزان بخطة ثابتة بعدم انحياز بحياد ايجابي اذا اجاز التعبير فكرة انك داعم للسلام داعم لخطوات الاستقرار ولكن غير منحاز وبالتالي انا اعتقد ان المكسب السياسي كان مهم جدا وان الجانب الافريقي كيفما هو شريك لاللوات المتحدة الامريكية شراكة استراتيجية مهمة للغاية بالمناسبة ايضا هو شريك لالجانب الشرق ايضا شراكة استراتيجية ايضا مهمة للغاية وايضا مع الجانب الاوروبية وبالتالي انا اعتقد ان المكسب سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الاقتصادي لالقرار افريقية مهمة للغاية ولكن الضمانة في المكسب السياسي بتضمن ان هذه الشراكة سوف تكون شراكة مستدامة وكمان ان هناك حتى في الخطاب السياسي الامريكي الان تغير مرحوظ يعني بنشوف ما يمكن ان نسميه مغازلة حتى سياسية لقرار افريقية نتكلم على الحديثة عن عضوية دائمة للقرار افريقية في مجلس الامن وان الولايات المتحدة الامريكية سوف تدعم هذا المطلب الافريقي نتكلم على ان بايدن تحدث ان من حق القرار افريقية ان تكون موجودة قاعده دائم في مجموعة العشرين اذا ايضا هو ربط السياسة بالاقتصاد ويحاول ان يجعل المكاسب مكثافة وكثيرة حتى يكون الدخول الامريكي دخولا جديد لان الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة حتى اللي تراجعت فيها العلاقات شوية او على صعيد الاقتصادي كان اهتمامها فقط في منطقة السحل والصحراء والقرن الافريقي طبعا هناك شركاء استراتيجيين زي مصر مثلا ده يعني ده شريك لا يغنى عنه بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ده موضوع يعني اخر ولكن كان الصراع في منطقة السحل والصحراء رؤية اشمل فكرة الشراكة بشكل عام الاستثمرات في مجالة الطاقة في مجالة البنية التحتية لان الجانب الشرقي اكتسب ثقة الجانب الافريقي خلال الفترة الماضية بشكل كبير جدا لان الشريكي الافريقي الشرقي عفوا كان بيخش يقول انت محتاج ايه محتاج بنية تحتية انا هدعمك في مشروعات البنية التحتية محتاج طاقة تفضل ده دعم في مشروعات الطاقة اذا كان بيلبي الولايات المتحدة الأمريكية الآن للمنافسة فيه علينا نحن كأفريقية أن نستفيد من هذه المكاسب هذا على الصعيد المكاسب من القارة الأفريقية هناك مكسب آخر للقارة الأفريقية وربطه أيضا بالجانب المصر مصر في رئاسة الالتحاد الأفريقي في الحقيقة استطعت أن تطلق اتفاقات التجارة الحرة الأفريقية الولايات المتحدة الأمريكية بنت على هذا المكتسب الذي حققته مصر لقارة وشفنا ده في خطاب بايدن حينما تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توقع اتفاقية مع المنطقة الحرة الأفريقية إذن لو لا أن مصر استطاعت أن تطلق الاتفاقية وتجد هذه المنطقة الآن الخاصة باتجارة الحرة الأفريقية ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الآن تتحدث عن بناء فيما يتعلق بالتعامل مع التجمع الاقتصادي الأشمل المظلة التي سوف تحتوي كافة التكاتيرات الاقتصادية داخل القرار الأفريقية زي كوميسا وغيرها من التكاتيرات الاقتصادية وبالتالي أيضا ده يحسب لي الدولة المصرية لأنها صاحبة القرار وصاحبة الجهد السياسي خلال رئاساتها للتحاد الأفريقي يعني أنا أعتقد أن المكاسب كانت كثيرة جدا ولكن هذه أبرز المكاسب على الصعيد الأفريقي طيب أنا هروح للفاصل بس هفكر معاك بشوت عالي حابتين ونرجع ناخد الإجابة بعد الفاصل واحد ما أظنش أنه يخفى لحد على الإطلاق أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل على إفراغ العالم من تراكمات الرأس مالية يعني الصين عندها تراكم رأس مالي ضخم جدا ولد دفعها أنها تذهب إلى القرار الأفريقية عشان تستثمر هذا التراكم الرأس مالي وحاولت الصين بالفعل أنها تعمل اختراق لما تحب أن تطلق عليه أمريكا الفناء الخلفي أمريكا اللاتينية وأمريكا مهمومة طول الوقت بمسألة الأفناء الخلفية دي طيب حصلت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وبقت أمريكا عمليا هي الكسبان الوحيد من ورق هذه الحرب وبدأت تعمل شكل من أشكال إفراغ حتى الاتحاد الأوروبي من تراكمه الرأس مالي وبتقدم حوافز للمستثمرين الكبار في أوروبا أن هم يجوا يستثمروا في أمريكا وده بالنسبة لهم أفضل وأكثر استقرارا وعمليا بالوضع الحالي أه بالفضرالي قاعد عمليا لابتت سعر الفايدة الفوق وحاجة آخر عظم على عظم أمريكا دلوقتي يجيل إفريقيا وبتقول يا جماعة إحنا مستعدين أن إحنا نغير شكل الشراكة وندفع بالشراكات أكتر ضخمة فده معناها برضو أنها بتخاطب تاني التراكم الرأس مالي بتاع الاتحاد الأوروبي أنت لو جيت عندي هيبقى لك فرصة كبيرة أوي أنك تعرف تستثمر معانا في إفريقيا كل دي مجرد أفكار تتزاحم صححني فيها إن كنت أنا غلطان هنصل إلى سؤال جنب بقى هذه الأفكار هو الأمريكان مستعدين للتخلي عن سياسة الشراكة مقابل التدخل أمريكا عمليا ما بتقدرش تتنازل عن الفكرة دي هل هم مستعدين لده؟ هل الأنظمة القائمة الآن وصناع القرار في إفريقيا مختلفين عن السابقين يعلون مبدأ السيادة الكاملة على أوطانهم وعدم التدخل في سياساتهم الداخلية؟ خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية لكاتبنا الصحفي الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر استنهوا طيب كل الترحيب بحضراتكم وبكاتبنا الصحفي الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر قلت لك الأفكار اللي بتتزحم في ذهني على قد حاله والسؤال وما بين قصين تعالى نحط فيها حتى كمان الديمقراطيين ما هماش الأكثر وضوحا الجمهوريين بكل اللي فيهم هم واضحين إحنا وحشين أولا لأ إحنا هنعمل كذا أولا لأ ديل أو نو ديل بالتأكيد حتى ده نطبع على فكرة السياسة الخارجية أو ترتيب اهتمامات السياسة الخارجية الأمريكية بعد دخول بايدن لبيت الأبي وحتى هو في حملاته الانتخابية ابتدى يرتب دوائر الاهتمامات الخارجية من أولا جديد وابتدى يقول شرق أوروبا بحر الصين الجنوبي والانسحاب تدريجيا من الشرق الأوسط وشوفنا ده حصل في أفغانستان وغيرها من النقاط وبالتالي بالتأكيد احنا نتكلم على يعني سياسات أمريكية أنا أعتقد أن هي بتعيد صيغة نفسها من أولا جديد مش بتبعد عن الأهداف المحضوطة مسبقة ولكن ربما بتنتهج مسارات بتتطفق مع متغير الدولي القائم الآن وأيضا وجود قوة أخرى منافسة استطعت أيضا أن تفرد قوتها في العالم لا يمكن أن نخفل أن هناك أيضا قوة اقتصادية كبيرة جدا استطعت أن تؤثر في صناعة حتى القرار الخارجي الأمريكي وبالتالي أنا أعتقد أن السؤال الحركة كنت بتقوله مهم جدا وباختصار هو أننا إزاي نحافظ على هذه الشراكة دون أن نعيد فكرة الهيمنة على القرار الأفريقية مجددا لأنه هو ده نخوف الحقيقي هو ده القلق لدى كل المواطنين الأفريقين إزاي اللي احنا نفضل محافظين على المصاري اللي احنا ماشيين فيه ده محتاج أن يبقى القادة الأفريقية يد واحدة أنا أعتقد أن عودة مصر ودي مش مبلغة ولكن ده حدث حتى بعد مصر ما تحرر كل القرار الأفريقية تحرر بعد ثورة 30 يونيو أيضا كانت مصر لها تأثير كبير على القرار الأفريقية إذن حينما تنهض الدولة المصرية قطعا بنجد لها تأثير على دخل الأفريقية وبالتالي وجود مصر كدولة كبيرة وجود تجربة زي رواندا زي جنوب أفريقيا هناك دول الآن رائدة بالفعل في القرار الأفريقية أنا أعتقد أن هذه الدول مع دول أخرى أيضا صعيدة الآن في القرار الأفريقية بتقود العمل الأفريقي بشكل مهم وقوي جدا عشان كده المرحلة المفصلية في التحول في الاتحاد الأفريقي مين كانت ترويكا الرئاسة بتاعتها؟ مصر وجنوب أفريقيا ويرواندا هم اختاروا للثلاثي ده وراء بعض اختاروا هذا الثلاثي هذه الترويكا لأنهم دول الثلاثة كانوا أقوية وما زالوا أقوية في القرار الأفريقية إذن هناك تجارب الآن بتؤثر بشكل حقيقي في صناعة القرار الأفريقي وبالتالي على القرار الأفريقية أن تظل محافظة على هذه التوازنات وأن تستغل أيضا السياسات الخارجية النجحة سواء لمصر أو رواندا أو جنوب أفريقيا وتعمل على إيجاد شركات طوال الوقت متوازنة وأنا أعتقد أن الدولة المصرية بعد أن أولت للقرار الأفريقية اهتمام كبير جدا وأعادتها لإهتمامها أو الدائرة الأولى في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية أعتقد أن ده أثر أيضا على السياسات القرار الأفريقية وجعلها أكثر اتزانا وأكثر أيضا مفتاحا على شركاء الدولية صديقي العزيز ضفنا الرائع إحنا لازم نقعد تانية عشان ما لسه ما تكلمش عن مكاسب المصرية فإحنا رايح الله رايح الله وأنا أعتبر أن المكسب العام لإفريقيا هو بالضرورة سوف نعكس على مكاسب لأمهورية مصر العربية فإلى أن نلتقي هنحضر نفسنا إحنا الاتنين عشان نشوف المكاسب المصرية مشاكل خاص كانت إيه من وراء القمة المصرية القمة الأفريقية الأمريكية نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا كما جرت العادة مع أن وجودك معنا يا نادر عايزين مكتر بقى لا تحت أمرك شكرا جدا 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 ضفنا وكاتبنا العزيز الأستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر خلصت الحلقة لحد كده لسه كلام له بقية زي ما بيتقال ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة أما إحنا لو كلينا العمر هنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التسعة سلامات